اشتركوا في القناة اذا نظر زوجك او تكلم مع امرأة اخرى فاكبر خطأ ترتكبين هو اظهار الغيرة الشديدة تلك علامة خطيرة ولانها تدل على ان الثقة مفقودة في العلاقة او عليك تقدير ذاتك من جديد اذا كان مزاجه سيء او لا يود التحدث اتركيه وحده قليلا فمعظم رجال لا يحبون الحديث عن مشاكلهم ويفضلون الانعزال لفترة من الوقت ثالثا عدم الاهتمام بنفسك من المغجرية النساء توقفن عن الاهتمام بمظهرهن بعد الزواج او الانجاب فيجب عليك الاهتمام بنفسك ومظهرك دوما حتى تحافظين على انجذاب زوجك اليك رابعا عدم عيش حياتك الخاصة لا تكون من هؤلاء الذين ينسون الخروج مع الاصدقاء وقضاء الوقت معهن بمجرد الانشغال بالبيت والاسرة خامسا لا تكون عدائية الرجال صريحون اكثر من النساء وان اخبرته انه لا توجد مشكلة فسيفهم بالفعل انه لا توجد اي مشاكل ولكن لا تتوقع ان يبحث هو بنفسه حتى يصل الى ما يزعجك فبذلك ستعضبين ويتفاقم الوضع كوني صريحة معه واخبريه ما يجول بخاطرك ويضايقك سادسا التذمر لا يوجد رجل مثالي وقدر على فعل كل شيء من اجلك انت ستكون هناك اوقات لن تشعر بالرضا والسعادة فيها فلا تلجأين للتذمر والشكوى المتكررة سابعا عدم ابداء تقديرك له توقفي عن التركيز مع ما يفعله وما يغفله وقدريه قليلا وشجعيه دائما فكلما اظهرت له التقدير كلما حاول اسعادك ثامنا عبوسك الدائم كلنا نمر بايام سيئة ويجب على زوجك تفاهم ذلك ولكن حاول ان تكون ايجابية وبشوشة فالرجال ينجذبون دائما للمرأة المبتسمة ذات الطاقة الايجابية تاسعا الشعور الدائم بوجود امرأة اخرى لا تخرب العلاقة فقط بسبب الشك وحاول المحافظة على العلاقة واستقرارها وطالما هو معك ولم يتغير فانه ما زال يحبك عاشرا محاولة تغييره كوني لطيفة معه ولا تنتقديه دوما قولي شيئا يجعله يشعر بالحماسة ويلهمه ليغير نفسه للأفضل احد عشر عدم اظهار حبك بالطريقة التي يفضلها كل شخص يشعر بالحب بشكل مختلف ومعظم النساء يشعرن بالحب عندما تتلقى باقة من الورود او هدية لطيفة او حتى كلمة رومانسية بسيطة ولكن الرجال مختلفون قليلا فانت ادرى بما يفضله زوجك وما يشعره بحبك واهتمامك شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة